السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناتي اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة الوصفة اليوم هي وصفة زوينة بثاف وكي طلبوها بثاف البنات وكذلك السيدات يعني اللي شوية في العمر كبارات هاد الوصفة هي وصفة طبيعية لتكثيف الرموش ديال العين بشكو عندنا الشعر فرموش ديال العويناتنا يكون كثير تكون نظرة جميلة جدا تكون زوينة بثاف وكذلك هاد الوصفة ستصلح لنا الحجبان ديالنا اللي عندها الحجبان ديالنا خفاف يعني غتتقويهم وغتتعمرهم بالشعر وكتصلح تلك المقدمة ديال الرأس الى كانت تفارغة من الشعر وهاد الاسباب اللي تخلينا الرموش انها تكون قليلة اما يكون فقر الدم او بعض امراض الكيلة او انسان ما يشربه المبز اذا يحاول قبل من كل شيء اذا كانت عنده هاد رموش خفاف يدير تحاليل ويشرب المبزين ويشوف لك كان عنده مرض هو الاول يداوي اما بالنسبة ماسكارا فهي كيماوية نحاول دابة باش نديروا واحد الوصفة اللي هي طبيعية لا علاقة لها بالمواد الكيماوية طبيعية ولكن تقوي ذلك الشعر في رموش ويكون كثير ويكون حتى في الحجبان وكيف ما قلت لكم هاد الوصفة نقدرون نديروها حتى المقدمة الرأس المكوية الاول هو التمر دائما فش كون ناكله في التمر نخبيه هاد العظيمات لان العظيمات هم اللي سيكون المكوية الاول في هاد الوصفة انا بالنسبة لي اخبيها العظيمات دائما لان ارمضت التلاجة لانها سنستعملوا في حالة مدة 3 يام الى 4 يام وانها ستعلمتو نفعلهم في مستفيدين نديرها حتى تجل دائما كافين كافين سنفعل المقلاد وافكرة صغيرة مجد من الوصفة ونضيع انفرها ونفعل بطلاجة حتى تحرقون صيد اذا لا تقوم بخير من الفران فهذا كان لديك فران صغير اما إذا كان لديك فران كبير ويجب أن يحرقون يعني اذا كان لديك فران كبير ستشدون لك الوقت جدا لن يضعها في قطع لو كان لديك فران صغير فأضعها في الفران ستحرقون بسرعة لا يأخذوه لوقت سوف نرى طريقة لكم لكي تعرفون بانهم صافرين روما تسلقون ونحرقت بقيت مقابلهم. وسيأت لن تحرق بقيت مقابلةهما أتمنى جاءهم ما ولا تحرق هذا على اليوم إذا كانت لديك مركزية تحتوى على علاقة العظيم سيأخذي أي عظم وأعرف أنه عند سوف تحرقوا ما سيأخذي أي عظم وعطاة تحرقه وكيف تكثر يعني دروري أن تضيري هذه العملية لكي أعرف أنت لا تحرق ح tudين حظم نحن قطعها بفرقة بالضبط ونحن نطحنها ونطحنها ونطحنها لنطحنها ونطحنها نضيفها ونطحنها ونطحنها انا سوف نطحنه بسرعة سوف تطحنه لا يوجد حتى بلاتين ثانية انا لم نقصت من الفيديو مواله اطحنته قدامكم سوف نرى كيف سوف يقوله غبرة لا يوجد حبيبة وحنا اصلا بغينا يقوله غبرة مزيان يعني ولو اطحننا بحال هكذا وانا متقنا بانه راه نيل سوف نعود ونغرب له سوف نغرب له في الغربة لان سوف ننزل كله سوف نغرب له اما في زويف اما في الليباموس سوف نغرب له في الليباموس الليبولين دوك القدام سوف يكونوا رقاق واللف في زيف انا بالنسبة لي سوف نغرب له في زيف اللي عندي نيل بزاف سوف نخذ آنية اخرى بحال هكذا سوف ندوزه سوف ندوزه حتى لا يوجد حبيبة نهائيا سوف نزيد مكونات اخرين سوف يقوله سائل سوف ندوزه حتى لا يوجد حبيبة سوف ندوزه حتى لا يوجد حبيبة لان هاد 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 توب فاشر غدين نغرب له سوف نرى غريبة جدا يعني ما غديش ندوزه بسهوله ولكن غلن نعطيه الخاطر وننقمعه بحال هكذا حتى ندوزه الكيميه بحال هكذا من بعد ما غربته سوف نرى الفرق ما بين هاداك اللي تغربة اللي هبط وهاداك اللي الفوق وهاداك اللي مهبطش من الزيف شو هادا اللي فوق الزيف راه ما فيش لحبيبات نهائيا سوف نرى ماذا سوف نشره في الأصبع سوف يهبط بشكل مداد لا يوجد الحبيبات نهائيا سوف نرى هذا اللي بقليل الأخر لماذا أنا أغرب التوب أو دوزه في هذا التوب هذا في دي بارتكل ولا وغف أرقاق ولكن كينين يعني هما كيت تربو نحن لا نريد هذا الشي لا نريد هذا الشي يبقى نفس الوصفة لا نريد هذا الرطب فقط الأخر سوف نطحنه و نقوم بقليل نفس الوصفة سوف نقوم بقليل في هذا الكويس حتى يجبني سهل سوف نقوم بقليل لماذا سوف نقوم بقليل في الكويس تقريبا سوف نقوم بقليل معلقات صغيرة نقوم بقليل نواة طمر المحرق ومطحون سوف نقوم بقليل المكوين الثاني المكوين الثاني هو الكوك وهو زيت جوز الهند وهو تعريف بالنسبة للشعر يرطبه و يقاد الشعر و يحيدناه بالنسبة للشعر على العموم و يحيدناه الخوشونه و يقويه إذن نقوم بقليل بقليل و أتحبه 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 الكمية سوف نخلط الملعقة الأولى حتى ندخلها جيدا نضيف الملعقة الثانية نفس كمية الكوك هي نفسها نفس الكمية المسحوق النواة التمر سوف نخلط هذه المكونة بجوج سنضيف المكونات الثالث والآخير هو الزيت لحبة السوداء او زيت السانوج زيت السانوج زيت السانوج زيت الحب برشاد نجد المقونات زيت الحب برشاد نخلطهم مزيان ونقوم بعمل المكان لديه شعر خفيف سواء ما قدمت الرأس او الحجبان او الرموش وبوح ذيته غني على الجهد نرى هذا الشيء المكتوب هنا في الوراء في الوراء الكرتونه يغدي ويقوي الشعر ويمنع تساقطه يعني هذا مفيد للشعر مزيد كما يعمل على زيادة النشاط الدهني والجسماني ويعمل على تقوية عضلات القلب وتقوية الأعصاب وشفاء من كل داء وليس له تأثيرات جانبية يعني انه مزيد خصوصا بالنسبة للشعر وهو الهدف في هذه الوصفة زيت الحب السوداء نزيد منه ملعقة فقط جوج نواة التمر زيت الكوك وملعقة واحدة زيت الحب السوداء وزيت السانج هادي هم المكونات بثلاثة سوف نحاول نخلطهم مزيان وكيف ما غدتشوفو رغيو اللي عندي ماشي كمكوين آخر بالله بالعكس سيندام جمعات عطياتهم وغيو اللي مكوين واحد كيبان كأنه سائل ما فيه شيء ما فيه شيء مسحوق كيبان سائل اسود هكذا كيتخلطه خصوص ما يكون سائل اسود اللي دفع إلا بغيت تصابي هاد الوصفة سوف تغرب ليها مزيان 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 نشوف كيف شغلت تولي فليد وش كانين حبيبات ولا لا شفتو رب حشكل ديال السباغة بحلال قلنا بحش شكل ديالشي مداد اسود شفتو ما فيه شيء نهائي بحرقوا خرجوا لكم خرجوا شكونوا فيه شيء بشكل ديالشي مزيان لكي تعرفوا العين انها حساسة بزاف خرجتنا نقصها بشي حاجة اللي سيكون غاديت الى دخلات تشرطها من بعد غاديت استعمل هاد الانبوبة الفارغة الماسكارا هاد يراها إلا كانت عندكم شوحدة خاوي وشوحدة واخوات تخليها وإلا ما كانت عندك تقدرية تشريها من عند مون الماكيج تكون عنده بحالة هادية كي يبيعي لك ثلاثة درهم واربعة درهم خاوية وستعمل هاد السورنغ كي يبيعي لك خاوية لانه إلا بقيت عندك تقدام وكتنشوف سوف يبيعي لك بخمسة درهم بهذا السورنغ سوف نزمن هاد الخلطة اللي درت او الوصفة وسوف ندير هاد العلبة دي الماسكارا سهل لان هاد السائل او هاد المحلول تقول كله عبارة عن سائل يعني ما تكونش فيه ومثلا بميزة وصفه بالشكل بميزة نجد المسكارا ونقوم بعملها لكننا لم نقوم بعمله ونقوم بعملها في أوقات المسكارا العادية نقوم بعملها في الليل ومعالج أصلا الناسكارة لا تدريها ثمانة باليليل هو الوصفة الأطبعية تدريها في الليل دروري ما تدريها غير في الليل حتى تريدها تأشتها البلاستيك يعني ليس بالعين سننضغها في بلاستيك نهائيا لأنك غير ستطرها و ستتجمط عيناتك و تدريها من تحت الفوق لا تدريها أضل الاجدار العين لا تجمعها غير في النصف شفار الفوق فالنصف الفوق سوف نضيف الكيمية قليلة ونضيفه بكمية قليلة لا نتخلق عين وماهما نضيفه نغمضه عينينا ونضيفه نهائيا ونضيفه كوكرة ونضيفه نهائيا اما بالنسبة للحجبان سوف نكتره ندره كخط ونطلع المشطه من السحس ونمشطه من الفوق لكي هذا المحلول الذي في هذه الشيطة سيتوغل في الجدر الحجبان في الحجبان سوف نكتره ونكتره بالليل وبالنهار اما الرموش ندره غير في الليل والمنطقة هذه الرأس المنطقة الأمامية التي لدينا فوق الجبهة المنطقة الأمامية التي لدينا فوق الجبهة والحجيبات سوف ندره حتى ثلاثة خطات في النهار اما الرموش ندره غير من الليلة دروري ما ندره من الليلة جميع الوصفات لرموش كلهم يدرون من الليلة لان الزيوت كيف ما كانت جميع الزيوت حتى زيت زيتهم يدر إلى دخلنا العين دموع وحمري للعين كيف قام بان هذا النامسكرا الضروري تنضيط في الليلة ويقوم بغير من الليلة فى النصف الشفر الفوق اما ندري بيه في الفقنية ندري فى النصف العين فى النصف شفر الفق كيف تنطيط في التحت تنطيط كما ندر هين الرموش لموش ونعمض عوناتنا ونستطيع أن اخصر learning اجتماع المسكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته